بدأ العد التنازلي للقايا أستانا حول الأزمة السورية وعلى خلاف لقاءات سابقة التأمت في جونيف السويسرية يسود التفاؤل بنتائج مفاوضات العاصمة الكازاخية رغم الخلافات الواضحة بين الأطراف المشاركة فبينما تعول المعارض على تثبيت الهدن في أستانا تمهيدا لمباحثات المرحلة الانتقالية في جونيف يراهن النظام على إقرار مصالحة محلية شاملة ومما يزيد الأمر تعقيدا تباين وجهات النظر بين إيران وروسيا بشأن دعوة الإدارة الأمريكية الجديدة للمشاركة فما حجم الخلاف حقيقة بين المقاربتين الروسية والإيرانية وما طبيعة دور تركيا في هذه المفاوضات والتي تتهمها المعارضة بتقديم تنازلات كثيرة للخصوم على حسابها تنازلات لم تكن حلب آخرها كما تقول والذي يمكن أن يحول التفاؤل بأستانا إلى خيبة أمل لمناقشة هذا الموضوع أرحب من أنقرة بالدكتور سامير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إستنبول أو كوجالي ومن دماشق أرحب أيضا بالدكتور محمد خير عكام المحلل السياسي وعضو وفد النظام السوري إلى مفاوضات جونيف دكتور عكام أبدأ معك هذا النقاش ما الذي يميز أستانا عن جونيف يميز أستانا عن جونيف بعد مساء الخير لألك ولضيفك أن الجهد الأستاني هو جهد روسي نتيجة اتفاق سلاسي بين الروسي والإيراني والتركي بالاتفاق بين سوريا وروسيا وبالتالي ابتعاد درجة عن الأمريكي وهذا أولا ثانيا أن هذا الجهد الهدف منه هو الاتفاق على تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية والذهاب للحوار مع هؤلاء الذين يقاتلون على الأرض هذه ميزات تميز جونيف عن الأستاني لكن من هنا يتسأل بعض بأن يقول البعض بأن طرفي النزاع بات الآن في وضع أضعف بكثير من ذي قبل وأستانا هي نتاج لتوافق بين الدول المهمة في هذا الصراع والرعي لطرفي الصراع وهي موسكو وأنقرة وبالتالي النظام داهب إلى أستانا مجبر على ذلك وكذلك المعارضة فما قولك؟ أنا لا أعتقد أن الحكومة السورية هي أضعف مما كانت عليه في السابق خاصة بعد تحرير حلب لا أتفق معك على هذا التقييم بالعكس عندما نذهب بعد تحرير مدينة هامل كان يعول عليها الكثير لإجبار الجانب السوري على القبول بحلول الآن بعد تحرير حلب سوف لن نقبل بهذه الحلول لا نحن ذاهبين ونحن أقوياء بالنسبة للجانب السوري هذا يمكن أن ينطبق على الجانب الآخر أكثر من الجانب السوري بكثير طيب دكتور صالحة بالنسبة لتركيا ما هي أهدافها الحقيقية من مفاوضة أستانا؟ نعم مساء الخير أولا أحييك أحيي ضيفك ومتابعيك في هذه الحلقة طبعا أنا أريد أن أبدأ أولا باختصار جدا في موضوع الآستانا تحديدا قبل الإجابة على السؤال لأن هذا اللقاء من المفترض أن يكون فرصة للجميع الآن لكن هل هو فرصة فعلا أم لا أكثر من علامة استفهام يعني كنت أنا شخصيا أفضل قبل ذهب إلى الآستانا رأي الشخصي طبعا هذا أن يكون هناك إنجاز كامل لاتفاقيات أنقرة المعروفة بين تركيا وروسيا أولا هل الآستانا سيعني نقل جزء من التباعد أو الخلافات أو المشاكل في اتفاقية أنقرة إلى الآستانا لمحاولة تحلها هناك هذه نقطة عالقة الغريب أنه حتى الآن لا نعرف تفاصيل كثيرة أيضا حول جدول الأعمال الوفود المشاركة ما بعد الآستانا ما هو المقصود الهدف الأساسي من الآستانا بحد ذاته لا نعرفه الآن لذلك الموقف التركي أيضا لا يختلف كثيرا برأيه عن مواقف بقية اللاعبين الذهبين إلى الآستانا تركيا تريد أيضا أن يكون هذا اللقاء مهم ونقطة تحول في التعامل مع مسار الأزمة في سوريا لكن هل بمقدورنا أن ننجح في ذلك أم لا نعرف دكتور سلحة من هنا يطرح السؤال هذا الغموض في الموقف التركي جعل شخصيات من المعارضة السورية تقول بأن تركيا أدارت ظهرها لهم وبالتالي هي الآن تبدلت أولوياتها وأصبحت تراهن على أشياء أخرى لم تعد مسألة دعم المعارضة على رأس أولويات تركيا وهذا هو قصدي من سؤالي يعني أنا أقبل جزء من السؤال أو الطرح إذا جزت تعبير أنه هل هناك تحول في سياسات تركيا الخارجية وتحديدا في التعامل مع الملف السوري نعم هناك تحول في الأشهر الخمسة الأخيرة كما تعرف تحديدا بعد المصالحة والتطبيع بين موسكو وأنقرة بسبب التراجع القوي وتنهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة من جهة ثانية أنقرة تحتاج إلى هذا التحول لأنه في أكثر من مكان سياساتها وصلت إلى طريق مصدود لكن هذا التحول دكتور صاحة هال هو على حساب المعارضة على حساب موقفها من الأزمة السورية أو مقاربتها من الأزمة السورية كاملة هذا هو الجزء الثاني من السؤال والإجابة برأيه لا أتفق معك في هذه النقطة لأنه التنصيق الذي سبق الذهاب إلى الآستانة قرارات المعارضة السورية اجتماعاتها في تركيا الأطراف قبلت أن تذهب وأطراف رفضت أن تذهب هذا يعني أن الحرية والقرار عاد لهذه الأطراف مباشرة نقطة ثانية تركيا ما زالت في عملية دريع الفراد جنبا إلى جنبا جيش السوري الحر إذن لا يوجد أي برأيه تباعد بين أنقرة وبين كيف تفسر ذلك التعاون المشترك والوثيق الذي بدأ يتبلور على مستوى الهجمات الجوية بين أنقرة وموسكو في هذه المعركة التي ذكرت أي معركة الباب هذا ليس بالضرورة أن يكون على حساب المعارضة ربما هذا التنصيق للتركي الروسي الجديد وهذا رأيه الشخصي طبعا قد يكون فرصة التحول مهمة في المشهد السوري في الملف السوري هذا التنصيق مهم لأن واشنطن كما تعرف العديد من العواصم الأوروبية كانت غائبة وحاولت دائما أن تماطل وأن تدخل وتغامر في مواقف محددة يعني الرد الدخول الأمريكي بالأمس على الخط بهذا الشكل برأيه ليست خدمة تؤديها إلى أنقرة بل هي محاولة كسب فرص جديدة وتحديدا لعب ورقات البيودي على الأرض في المشهد السوري دكتور عكام في هذا السياق أيضا وزير الدفاع الروسي أو وزارة الدفاع الروسية قالت أن الهجمات الجوية التي نفدتها طائرات روسية إلى جانب طائرات تركية تمت بموافقة دمشق ما دلالت هذا التصريح هل يعني ذلك أن دمشق بدأت تتقبل تدخلا عسكريا لتركيا في شمال سوريا من حيث المبدأ عندما يصرح وزير الدفاع الروسي أن هناك موافقة سورية لا يعد ذلك تدخلا طالما أن الحكومة السورية توافق على هذا الجهد وهذا الجهد موجه ضد ضاعش هذا يمكن أن يؤخذ على أنه مؤشر جديد على رفع سقف التنسيق كان التنسيق الغير مباشر عبر الروسي الآن أعتقد أن التركي لديه مقاربات أخرى وأنا أوافق الدكتور صالحة عندما قال نعم الأولويات التركية تغيرت والآن تتعامل مع معطيات ميدانية جديدة ويريد أن يبتعد درجة عن الأمريكي الذي استثمر في التركي كثيرا الآن أعتقد أن التركي يرى أن مصلحته في إيجاد مصالحات مع المحيط الجغرافي والروسي تحديدا والسوري فيما بعد فوفق هذه الرؤية يمكن أن نجد أن معذر عن المقاطعة فقط هنا إشكالية تطرح أو تطرح نفسها هذا التقارب التركي الروسي لربما سيكون على حساب تلك التوليفة التي شهدناها على مدى ست سنوات من عمر الأزمة السورية بين موسكو وطهران ودمشق الآن هناك حديث عن تباين في وجهات النظر بالعودة إلى ملف أستانا هناك رفض إيراني واضح ورفض من دمشق أيضا لمشاركة أمريكية بينما تركيا وموسكو تتفقان على ضرورة مشاركة أو تمثيل الإدارة الأمريكية الجديدة في هذه المفاوضات خليني إلك عندما نتكلم عن أو نستخدم كلمة تنسيق لا يعني أن هناك تطابق في المواقف حتى بين الدول التي تنسق فيما بينها من قال أنه لا يوجد اختلافات بين الدول التي تنسق درجة التنسيق تختلف عن درجة التطابق في الرؤى نعم يمكن أن يكون هناك تباين التباين الإيراني له علاقة بموقف إيران من الولايات المتحدة الأمريكية الإيراني يرى بشكل واضح أن مصالحه تتناقض كليا في التدخل الأمريكي في المنطقة فنعم يمكن أن يكون هناك تباين بالنسبة للحضور الأمريكي أما بالنسبة للتركي فلا أعتقد أن التباين سببه الموقف التركي تباين إذا كان بين الإيراني والروسي لا أعتقد أن سببه المواقف التركية أبدا دعني أسأل الدكتور صالحة هل هناك سعي روسي تركي لتحجيم دور إيران في الأزمة السورية وأحيل هنا إلى ذلك الخطاب أو تلك الكلمة أو ذلك التصريح الذي ألقاه وزير الخارجية الروسية عندما قال بأن تدخل بلاده في سوريا أنقذ النظام من السقوط أو بل أنقذ دمشق من السقوط أي كانت دمشق قاب قوسيني أو أدنى وبعد أسبوعين كانت ستسقط لو لم تتدخل روسيا في أي سياق يمكن إدراج هذا التصريح هل هذا التقارب كما قلت بين تركيا وروسيا سيكون على حساب إيران نعم أظن ذلك باختصار أولا أقول لك أنه الآن هذا التقارب الروسي التركي يزعج إيران إلى حد كبير لماذا؟ لأنه إيران لم تكن في أنقرة كما تعرف وكان هناك تحالفات وإيران قالت أنه روسيا هي التي تمثلها في هذه الاجتماع هذه نقطات مهمة أيضا في سياسة إيران ليس فقط في سوريا بل على مستوى المنطقة ككل لكن أنا أعرف أن الموقف التركي منزعج من سياسات إيران لكن في الشق المتعلق بروسيا لا أعرف روسيا إذا ما كانت فعلا يعني تريد أيضا أن تبقي إيران خارج هذا النقاش تحديدا في الأستانة وأن تذهب بمنحة مشابه للذي بدأته في أنقرة هذه نقطة مهمة لكن للتحول المهم الذي سيزعج إيران نعرفه أنا وأنت جيدا أن أنقرة وموسكو أعلنت ترحيبهما بتواجد الأمريكي في هذا الاجتماع هذه نقطة مهمة لأن إيران تكرر وتردد أنه لا تريد أن ترى واشنطن في الأستانة لكن في جميع الأحوال أنا أتفق مع ضيفك في نقطة أساسية هي أن الأستانة الآن لا نعرف ما الذي سيقدمه لنا ولا نعرف ما الذي سيقدمه لنا بعد ذلك على الأرض في المرحلة الجديدة هل سيفتح النقاش فقط على مستوى النقاش العسكري والأمني أم سنذهب بمنحة حقيقة في نقاشات السياسية هذه برأيي نقطة أساسية تحتاج إلى إجابة طيب دكتور عكام الواضح إذن هو أن موسكو دعت واشنطن إلى هذه المفاوضات بغض النظر أو ضاربة عرض الحائط إن شئت بالموقف السوري والموقف الإيراني وهناك خبر عاجل ورد قبل قليل يتحدث عن توجيه دعوة أيضا لقطر التي تعد خصما قويا لدمشق ولطهران في هذا الصراع فما قولك؟ أولا هي ليست بهذه الصورة بالنسبة لموقف الحكومة السورية لا تمانع من حضور الجميع إذا كان الهدف من الحضور هو إنهاء هذه الحالة الإرهابية في سوريا يعني خلينا نتعامل بواقعية كل المحادثات جينيف 2014-2016 كانت تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر لم تؤدي إلى أي نتائج تذكر بينما عندما ذهبنا إلى موسكو في 2015 وتوصلنا إلى وثيقة مع معارضات السورية الآن هذا الجهد الروسي وللروسي رؤية واستراتيجية تتمثل بأن هناك اتفاقات فشلت مع الأمريكي هو يريد أن يرشل رسائل إلى الأمريكي ما فشلته معك يمكن أن ينجح بوجودك مع الآخرين هنا المقصود التعاون الإيراني لكن لكن دكتور هي المشكلة وأن هذا التوجه الروسية وهذه المقاربة الروسية هي لا تتفق مع المقاربة أصحاب شأن في دمشق المعنيين بهذه الأزمة يعني هل تقبل دمشق بالسير وراء موسكو هكذا بدون وضع ضوابط لمفاوضات أستانا وما سيتمخذ عنها؟ السيد الرئيس كان واضحا عندما تكلم على أنه يمكن أن يتحاور السوريين في الأستانة في كل شيء والأجواء التفاؤلية على الطرف الآخر من السوريين أن يثبتوا أنهم سوريين فعلا وأنهم حريصين على مستقبل سوريا لكن هناك تراجع دكتور عكام هناك تراجع في موقف الرئيس بشار الأسد دعنا نستمع إلى آخر تصريحات أدل بها لتلفزيون الياباني ونتابع النقاش في حديث لمحطة تلفزيونية يابانية قال الرئيس السوري بشار الأسد أنه يعتقد أن الإستانة سيكون على شكل محادثات مع المجموعات الإرهابية لوقف إطلاق النار والسماح لها بالامدمام للمصالحات وأضاف الأسد أنه ليس من الواضح ما إذا كان مؤتمر الإستانة سيتناول أي حوار سياسي لأنه ليس واضحا من سيشارك فيه إذن دكتور عكام أعود إليك ما تعليقك على هذا الموقف؟ يعني الرئيس السوري يقول ليس واضحا من سيشارك بمعنى آخر هو لا يعرف من سيشارك في هذا الموضوع أصلا وبالتالي تراجع عما صرح به لجهات فرنسية قبل أيام عندما قال أن مفاوضات الأسد أنه ستتناول جميع الملفات بما في ذلك وضع الرئيس وهو الآن يتحدث فقط يعني نزل السقف إلى مجرد مصالحات محلية السيد الرئيس عندما تكلم اليوم مع الصحيفة اليابانية عندما يقول لا نعرف من سوف يأتي المقصود هنا من سوف يمثل هذه الكيانات هذا المقصود من سوف يأتي والباب مفتوح يعني الروس يتكلم أن الباب مفتوح من يريد أن ينضم إلى هذا النظام ويشترك في هذه المحادثات فهذا شأن الطرف الآخر ولكن السيد الرئيس كان واقعيا أن الهدف الأول هو تثبيت نظام التهديئة ووقف الأعمال القتالية ومن ثم هذا التثبيت هو الذي يفتح الباب إلى أي حوارات لذلك نحن نتكلم أن الخطوة التالية هي الاتفاق على مبادئ على أي حال سياسي طيب لكن هو أعاد الحديث عن خطة يتحدث عنها منذ فترة طويلة بل يطبقها على الأرض وهي مسألة المصالحات دكتور صالحة ما رأيك في هذا التبدل في موقف الرئيس السوري فيما يتعلق بالطبع بمفاوضات السيدانا والمتوقع منها من جهته يعني برأيي أنا كلما تقدم النقاش الذي تقوده روسيا تحديدا في التعامل مع الملف السوري في هذه الآوينة كلما سنرى مفاجآت أكثر فأكثر أنا لا أستبعد أنه حتى خلال الأستانا وبعد الأستانا أيضا أن نرى الجديد على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي في التعامل مع الذهاب نحو الحلحلة لكن هذا طبعا أيضا مرتبط بتواجد ضمانات كافية لهذا الحراك وأن لا نكرر ما حدث في اتفاقية أنقرة ونذهب إلى منتصف الطريق وبعد ذلك نذهب بمنحة آخر في الموضوع الأمريكي أنا متفائل أيضا لماذا؟ لأنه روسيا وتركيا كانت كما تعرف مزعجان من مواقف إدارة أوباما والآن نحن نتحدث عن إدارة أمريكية جديدة هي إدارة ترامب وأظن الدعوة هي موجهة إلى هذه الإدارة الجديدة وهذه الإدارة الجديدة لها أكثر من موقف انفتاحي سواء كان على موسكو أو على تركيا لذلك أنا قلت لك قبل قليل ربما إشراك الولايات المتحدة الأمريكية وقوى أوروبية لملا في توفير هذا الغطاء اللازم قد يكون فرصة جديدة لندهب أبعد من ذلك ونتحدث عن وفود الجهتين المعارضة والنظام في هذه المفاوضات فيما قال لك دكتور صلحة تسألت يعني ما دلالت أن يشارك وفد سياسي يمثل النظام في حين أن المعارضة ممثلة في هذه المفاوضات بوفد عسكري هل هو تباين في التوقعات أم هي سياسة مدروسة من قبل النظام أن يخلط الأوراق بهذه الطريقة مع العلم أن موسكو تحدثت منذ البداية عن أن المفاوضات ستكون عسكرية أكثر بما هي سياسية نعم أتفق معك في هذا الطرح وأنا ما زلت عند هذا السؤال وأظن أن الذي سيتحمل المسؤولية في النجاح أو الفشل في الأستانا هي موسكو وأنقرة مباشرة في إطار هذا التنصيق لذلك أنا أكرر هذا السؤال أنه عندما نرى طاولة مركبة بشقها سياسي وبشقها عسكري فإما أنه البعض يقول أنه الشق العسكري هو أيضا قادر على الدخول في نقاش سياسي هل هذا يكفي أم لا نحن نعرف أنه أجزاء من المعارضة السورية السياسية دعمت ورحبت وسندت الذهاب إلى الأستانا وأعلنت أنها ستوفر الدعم اللازم لكن على الأرض لابد أن يكون هناك نقاش حقيقة أيضا أن تفاوضات في المرحلة المقبلة لابد أن تكون ببعد سياسي لذلك منذ الآن كنت أنا رئيس شخصي وفضل أن يكون السياسيين جنبا إلى جنب في نقاش مع السياسيين مع العسكريين تقصد؟ سياسيين مع السياسيين لا فهمتك خطأا في المعدرة دكتور عكام هل تتفق مع من يقول بأن مشاركة النظام السوري بوفد سياسي يترأسه سيد بشار الجعفري ممثل دمشق لدى الأمم المتحدة مخالف لأجندة موسكو التي ركزت على مسألة تثبيت وقف إطلاق النار أولا نحن لسنا بنظام نحن دولي فهذا الوفد يمثل الدولة السورية وبالتالي هذا الوفد مكوناته سلاسة أنواع دبلوماسيين حقوقيين عسكريين الوضع الطبيعي أن يكون فيه دبلوماسيين وحقوقيين وعسكريين صحيح أنه بالنسبة للطرف الآخر سوف يكون العسكريين الذين يحملون السلاح لأنهم يمثلون تلك الكيانات التي وقعت على الاتفاق في أنقرة صحيح أنهم سوف يكونون في المقدمة ولكن أيضا هم قالوا أن لديهم خبراء سياسيين ولديهم خبراء حقوقيين وبالتالي سوف يمثل كل طرف دبلوماسيين وسياسيين وحقوقيين وعسكريين نعم الجانب العسكري هو الخبراء العسكريين هم الأكثر أهمية في الأستاني موجودين في الطرفين طيب ديمستورا أيضا سيشارك في هذه المفاوضات بطلب من الأمين العام الجديد جوتيريس هل انتفت بذلك مخاوف الأمم المتحدة من أن تتحول الأستانة إلى بديل عن جنيف؟ أستاذ دكتور عكام أنا بشاركك الرأيي نعم ديمستورا كان لديه مخاوف في البداية أن تكون الأستانة هي بديلة لجنيف ولكن أصبح واضحا أن الأستانة هو جهد يكمل جنيف لذلك طلب جوتيريس من ديمستورا أن يحضر وسوف يحضر هو جزء كبير من الذين كانوا معه في جنيف كما أعتقد لذلك نعم يريد ديمستورا أن يستفيد من هذه الجولة من نتائج هذه الجولة أعتقد لكي يستسمرها في الجولة القادمة في جنيف طيب دكتور صالحة ماذا لو كان للإدارة الأمريكية الجديدة موقف آخر من كل هذه الأمور أين ستقف أنقرة إلى جانب موسكو أم أنها ستعود إلى حالفها التقليدي؟ لا أظن يعني طالما الآن هو النقاش والجهد المبذول هو روسيا وتركيا لا أظن إطلاقا أن أنقرة أمام كل هذه الالتزامات وما بدأته خلال الخمسة الأشهر الأخيرة ستتخلى عن كل ما يبذل من جهد لكن أريد أن أقول لك باختصار أن الأنقرة أيضا لها بعض المواقف في الآستانة يعني نقطة أساسية أن لا يتحول إلى آستانات كثيرة يعني آستانة 1 و 2 و 3 على طريقة جينيف 1 و 2 و 3 نقطة ثانية أن لا يتم في الآستانة عملية سحب الملف من المجتمع الدولي من الأمم المتحدة من الغطاء الأممي والدولي لهذا الجهد المبذول أظن روسيا أيضا ستأخذ بعين الاعتبار كل هذا النقاش وإلا سنذهب بمنحة آخر ربما قد يخلق الكثيرين الدكتور سامير الصالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوجالي شكرا جزيلا لك كنت معنا من إسطنبول والشكر أيضا للدكتور محمد خير عكام المحلل السياسي وعضو وفد النظام السوري إلى مفاوضات جينيف شكر موصول لكم أيضا مشاهدنا مسائيتنا ما زالت متواصلة في جزئات ثانية ولكن بعد الفاصل فبقوا معنا اشتركوا في القناة